اشتركوا في القناة اما بالنسبة لتونس فسجنا فيها تقريبا 14 درجة حالة التقس اليوم تميزت بوجود صحب كانت احيانا كثيفة وخاصة في الشمال مع امطار متفرقة وصحب عابرة في الجنوب الين ان شاء الله التقس يكون برد صحب تكون كثيفة في الشمال مع امكانية نزول بعض الامطار وايضا تساقط للسلوش في المرتفعات الغربية بالنسبة للجنوب الصحب تكون عابرة درجات الحرارة ليلة تكون بين 2 و 6 درجات في المرتفعات الغربية وبين 16 درجات في بقية الجهات غضوة ان شاء الله يتواصل التقس برد الصحب ايضا تكون كثيفة ولكن تتكثف اكثر في الشمال مع امكانية نزول الامطار بالنسبة للجنوب الصحب تكون عابرة اما الدرجات الحرارة غضوة فمن المتوقع انها تكون في حدود 13 درجة في قليبيا 15 في كل من نابل وتونس بنزارة 14 بيجا 13 درجة تبرقى 11 درجة سليانة 13 جندوبة 13 زغوين 14 وبينسبة للكيف 13 درجة تيلة 8 درجات القيروين 16 درجة بالنسبة لسوسا 16 ايضا المونستير 15 والمهدية ايضا 15 درجة بالنسبة للسفيقص في الجنوب 16 درجة مناطق الوسط سيدي بوزيد 13 درجة القسرين 10 درجات قبصة 15 درجة قبص في الجنوب ايضا 15 درجة وكيف كيف بالنسبة لتوزر اقبل لي 15 بالنسبة للجنوب الشرقي فمن المتوقع درجة الحرارة غضوة ان شاء الله تكون في مدنين في حدود 16 درجة تطوين ايضا 16 رميدة 15 جربة 15 جزيرة قرقنة 15 درجة الملاحة والصيد البحري الريح غضوة تكون شمالية غربية على كامل سواحل البلاد سرعتها في سيرات وخليج تونس بين 15 و 25 عقدة اما بالنسبة لخليج الحمامات تكون سرعة الريح بين 20 و 30 عقدة تتقلص بعد الظهر تكون بين 15 و 25 عقدة وايضا بالنسبة للشيبة واجربة تتحافظ على نفس السرعة البحر يكون مسترب فقليل الاستراب في السواحل الشرقية اما بالنسبة للشمال فالبحر يكون قليل الاستراب درجات الحرارة المتوقعة في بعض العواصم العربية والبلدين الاوروبية نوكشة 34 و التقسي كونسافي دار البيضاء 20 الجزائر 16 درجة ترابلوس 18 درجة الخرطم كما العادة درجات الحرارة تكون اعلى و التقسي 36 درجة القاهرة 23 درجة منع تقشبه الجزيرة العربية المدينة المنورة 28 مكة المكرمة 33 و التقسي كونسافي مصق 22 ابوظبي 26 دوحة 25 الكويت 23 بغداد 23 درجة ايضا 23 درجة في كل من دمشق و بيروت القدس الشريف 19 درجة اسطنبول 8 درجات اوروبا درجات الحرارة تكون اقل جونيف 6 درجات مرسيلي 13 بيريز 8 فيينا 5 درجات امستردام و بروكسيل 6 درجات مدريد تكون 11 درجة و التقسي و لشبونا ايضا التقسي 15 درجة توقعات الجوية لليومين القادمين بالنسبة للنهار الاربع صحب تكون كثيفة في الجنوب الشرقي مع امكانية نزول الامطار بالنسبة لدرجات الحرارة تكون بين 8 و 12 درجة في المرتفعات الغربية اما بالنسبة لبقية الجهة تكون بين 13 و 17 درجة وبصفة عامة الدرجات الحرارة تكون ارتفاع طفيف بالنسبة للريح تكون شمالية في الشمال والوسط اما بالنسبة للجنوب تكون شرقية البحر يكون مضطرب فقليل الاستراب نهار الخميس ان شاء الله الدرجات الحرارة تكون مستقرة تقريبا في نفس المعدلات الريح تكون غربية جنوبية عفوا في الشمال والوسط وبالنسبة للجنوب تكون شرقية السحب تكون كثيفة في الجنوب الشرقي وأيضاً إمكانية نزول الأمطار بالنسبة للوحر يكون قليل الاضطراب أوقات الشروق والغروب غدو إن شاء الله الشروق 17 دقيقة والغروب 35 دقائق نجمو تعرفوا أكثر معلومات إذا اتصلتوا على رقم الموزع صوتي 88 40 40 تبعثوا إرسالية قصيرة أو تزوروا موقع الويب www.metu.in نتمنى لكم أوقات طيبة موعدنا غدو إن شاء الله في نفس التوقيت إلى اللقاء